فبدأت في القاهرة أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب وذلك لرفع نتائجها للقادة العرب خلال القمة العربية السادسة والعشرينة التي تستضفها مصر يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرية من مارس الجاري وأبحثها وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية الأردني ناصر جودة والذي ستتولى بلاده رئاسة الدورة الجديدة أبرز الملفات التي ستطرح على جدول أعمال القمة العربية وفي مقدمتها تطورات الإرهاب بالمنطقة في ظل تمدده وبحث دعوة الرئيس المصر عبد الفتاح السيسي لإنشاء قوة عربية مشتركة إضافة إلى مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا واليمن والعراق سيطر الشاغل الأمني على اجتماعات الدورة العادية الجديدة لمجلس وزراء الخارجية العرب التي بدأت أعمالها اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وقال الأمين العام للجامعة نبيل العربي إن تشكيل قوة عسكرية أمنية عربية مطلوب الآن وبالحاح المطلوب الآن وبالحاح والنظر في إنشاء قوة عسكرية أمنية عربية مشتركة تكون متعددة الوظائف بمعنى قدرة على الاطلاع بما يوحد إليها من مهام في مجالات التدخل السريع لمكافة الإرهاب وأنشطة المنظمات الإرهابية والمساعدة في عمليات حفظ السلام وتأمين عمليات الإغاثة والمساعدة الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين وأشدد وزير الخارجي الأردني ناصر جودة الذي تولد بلاده رئاسة الدورة الجديدة على أن الدول العربية تتعرض لمخاطر أمنية من قبل المتشددين يأتي في مقدمتها التنامي الخطير والمقرق للإرهاب والفكر المتطرف ولا بد من الدفع باتجاه تعزيز التعاون الدولي الرامي إلى رفع سوية هذا التعاون الدولي في جمع المعلومات وتبادلها وأساليب التتبع وتجفيف تمويل الإرهاب مثل ما يتعين علينا أن نتعاون في مجال تطوير الخطاب الديني التنويري الذي يبرز صحيح دين العظيم وما يتضمنه من مبادئ إنسانية عظيمة بدوره أكد وزير الخارجية العراقية أن الكيان الصهيوني هو رأس كل المشاكل في المنطقة مشددا على أن العراق يحتاج دعم كل دول المنطقة العربية والإسلامية والأجنبية لمواجهة الإرهاب لم يكن العراق الأول وقد لا يكن البلد الأخير لذلك نحن نواجه حرب على جبهتين جبهة الداخلية نقاتل أصالة عن أعراضنا وكرمتنا وثروتنا وسيادتنا وعن كل أبنائنا وحرب نيابة عنكم جميعا من دون استثناء لأن كل بلدانكم مهددة بالإرهاب أمن العراق بلد متعدد الثروات ليس فقيرا بنفطه ونخله ومائه وزرعه وبعتباته المقدسة كل شيء في العراق ينبض بالغناء لأنه الآن يمر بظروف استثنائية يتطلب دعما وهذه من استحقاقات التي ترتبت على الجرائم التي ارتكبتها الحركات الرهابية في العراق ومن جانبه وصف ممثل الجزائر في الاجتماع التحديات الأمنية بأنها غير مسبوقة ووصف وزير خارجية لبنان بأنها خطر وجودية محذرا من أن الكيان الصهيوني سيستفيد من حالة التخبط والفوضى وأنه يوجد تماهي واضح بين إرهاب داعش والكيان الصهيوني المعربط في الأراضي المحتلة وأوضح أن الجيش اللبناني قرر مواجهة الإرهاب بكل قوة لكنه أيضا يحتاج إلى دعم حقيقي بالعتاد والسلاح وبشأن الوضع في ليبيا أكد وزير الخارجية المصرية احترام بلاده إرادة الشعب الليبي في اختيار قياداته ودعمها كل المؤسسات الشرعية هناك نحترم إرادة الشعب الليبي في تقرير مصيره ومستقبله وكان هذا مبعد تأييدنا لمجلس النواب المنتخب والحكومة المنبثقة عنه وندعو إلى تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهذه الحكومة الشرعية دون إبطاء أو شرط لتتمكن من بسط سيطرتها وسيادتها على كامل الأراضي الليبية وبما يفعل دورها في مكافحة الإرهاب المستفحى هناك وقالت مصادر دبلوماسية عربية إن من بينما سينقشه زراء الخارجية في الاجتماعات الوضع السياسي والأمني المتداور في اليمن وتطورات القضية الفلسطينية